بيوم او باتنين هيكون نتيجة لسلوكياتنا احنا احنا اللي هندفع الدولة هتشدد او الدولة الامور تمشي زي ما احنا ماشيين كده يبقى الامر فيد مين؟ فيد المواطن الحكاية دي يبقى لها لك بقى لشهرين ثلاثة انت المسؤول عن اي قرار هتاخده الدولة يا اما هنقعد في البيت يا اما احنا خرجنا او لا شام النسيم ارجوكو محدش ينزل محدش ينزل محدش ينزل لو سمحتو لانه شام النسيم معناه انه هيبقى عندنا مشكلة كبيرة ايه هي المشكلة الكبيرة؟ الوضع صعب بالنسبة لنا الوضع مش كويس بالنسبة لنا الوضع اللي عندنا النهاردة لما انا بتكلم النهاردة الصحة 160 حالة النهاردة يبقى ده اكبر رقم يبقى ده اكبر رقم يبقى ده يخضني 160 رقع حالة النهاردة كتير يبقى حنا دخلنا في منحنة مش كويس وعندي 14 وفيات منحنة مش كويس أبدا لسه بتكلم مش كويس يبقى هنا ليس هناك مهدى نتيجة لإيه حضراتكو نتيجة للتجمعات نتيجة للهيصة نتيجة العدم للتزام نتيجة للسقطار ده النتيجة النهاردة 160 حالة كتير 14 وفيات كتير كتير حضرتك ما عايز إيه من البلد عايز إيه التازم وقعد في بيتك 160 كتير و14 وفيات كتير التازم يا جماعة ده لسه بتكلم انت هتخلي الدولة تاخد قرارات وإجراءات أهو قادي 160 حالة النهاردة أكبر رقم نوصله تاني ده أكبر أعلى رقم توصله مصر النهاردة فهل ده يعني لما أنا بتكلم 2050 حالة ده احنا شكلين الاسبوع ده ربنا يأسطر ربنا يأسطر ما وصلت ثلاثلاف حالة الأسبوع ده باللي انتو بتعملوا ده أنا على يوم الجمعة عندي ثلاثلاف حالة معقولة اللي انتو بتعملوا في البلد معقولة بتستحتروا بأمن وسلامة صحتكو معقولة في ناس مش عارفة قيمة اللي هي فيه الأمن والسلامة أنت النهاردة المسؤول عن سلوكياتك والتزامك يا الدولة تشدد يا تسيب زي ما احنا كده اللي أنا شايفه كده من البيان ده اللي طلع دلوقتي وانا بتكلم وخلاني تعصبت ومش حايزكم تتعصب يا جماعة لو سمحتوا كل ما بتنزل وتتجمع وتعمل لي حفلات ولقاءات وحاجات وأسواق هتترايح لموضوع تاني وانت اللي مسؤول عن تصرفاتك كمواطن الدولة هتعمل لك ايه هتعمل ايه اكتر من عملته بتحذرك كل دقيقة وانت محتاج تعمليه في البلد ليه في ناس النهاردة مصرة والفيديوهات دي النهاردة موقع أصداد البلد بيصور ده النهاردة اللي قدامك الزاوية الحمرة دي الزاوية الحمرة قدامك النهاردة واهلين في الزاوية الحمرة يا جماعة يا جماعة عندي مرض عندي وباء عودوا في البيوت ليه مش مصدين الموضوع خطير ليه ليه الناس عارفة فاكرة انه النهاردة روسيا بتقولك النهاردة وزارة الصحة الروسية اليوم بتتكلم في تحول في هذا المرض الروسي النهاردة بيعلنوا ده اعلنوا اجراءات جديدة قالك المرض ده الفيروس ده بيطير في الهواء وبينتقل من خلال اربعة امتار مش متر كنا لو نتكلم على متر لا دلوقتي وزارة الصحة الروسية قالت كده النهاردة في بين ليها قالت الاجراءات اللي عملناها والبحث بتاعنا اللي عملناها ينتقل فيروس كورونا اربع امتار دايما كنا نقول متر النهاردة بيكلمك اربع امتار روسيا ويستمر في الهواء روسيا مش انا اللي بقول لو الخبر موجود طلعوه من نص ساعة لاربع ساعات في الهواء وزارة الصحة الروسية تكلمت النهاردة هو انا عايزيه من عايزيه من بلدي ليه احنا كل يوم محتاجين نقعد كده نتخانق مع بعض ونزع هو انا عايزيه من حضرتك غير تبقى كويس الروس النهاردة كلمه في معلومات جديدة ارجوكو مئة وستين كتير كتير مش نقصين نوصل ل200 و300 يبقى عندك مشكلة لا هتعرف تنزل ولا هتعرف تروح مركوش حل غير البيت تاني بقول مفيش حل إلا البيت غير البيت هيبقى عندك الأسواق والحاجات دي وأنا بصراحة يعني الموضوع بالنسبة لي مستفز ومستفزيني جداً كل ما أعرض يوم فيديو وكل ما أتكلم يعني بلاقي نفسي خارج عن شعوري بصراحة لأنه أنا يهمني حضرتك ما يبقاش عندك مصيبة ما يبقاش عندي تفشي الوباء ما يبقاش عندي آلاف الحالات دلوقتي تجاوزنا بقينا 2350 يوم أنا في شهر في خمسين يوم أعمل ألف وفي ثمانت يوم أعمل ألف ووادينا في سبوعه هو هتجاوز ربما الأرقام اللي كانت قبل كده ليه مش عايز بلدك تبقى مستقرة ليه نفسي أفهم ما أنا لسه بقولك عندك خوا أنا بعرض لك من شوية عايزين المرض ينتجر في البلد بيطلعوا اتكلم مش بيقولوا كده فرصة بالنسبة لنا جات لنا عايزين بلد يتقع بتسمعتك طب حضرتك قعد في البيت قعد التزم اهدو سبوعين اهدوا لعشر تيام الجيين دول لحد من روح رمضان ونشوفوا يحصلين في رمضان عشر تيام مش قادرين نتحملهم ناس تحملوا شهرين ونص في الصين ما خرجوش من بيوتهم شهرين ونص لو سمحتوا لو سمحتوا الوضع كده داخلين لمنحنة صعب مية وستين النهاردة كتير وانا بقول لك كتير كل يوم محتاجين ان احنا